أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي بحضور الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية للعلا كما افتتحت خلال الحفلة منصة مرايا وهي منصة جديدة تم بناؤها كمركز رئيسي للمهرجان وستستضيف المنصة ثمانية فنانين عالميين على مدى سبعة أسابيع في الشتاء وتعد المنصة تحفى فريدة من نوعها في التصميم والهندسة ويستمر المهرجان حتى التاسع من فبراير المقبل ويتضمن فعاليات تراثية وثقافية وفنية مستوحى من تراف العلا كما ينظم المهرجان في نهاية عطلات الأسبوع حفلات فنية متنوعة